بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا متابعيني يارب تكونوا كويسين وبخير وبصحة جيدة معكم الصفاء قناة يوتيوب اللي بيسمعنا الأول مرة وعجب الفيديو ما ينساش اشتركوا وفعلوا قرس قاسر كل محتوى القناة حابة اعرفكم اني في قناة ثانية اسمها يوتيوب معرفة يمكنكم منصول لي عن طريق فتح قناة يوتيوب افتحوا قناة يوتيوب هذه القناة اسفل الفيديوهات عندي فيديوهات مميزة حتجدوا القناة الثانية يوتيوب معرفة اشتركوا في القناتين وفعلوا قرس في القناتين كي يصل كل محتوى القناتين لانك لو اشتركت بدون تفعيل الجرس كأنك لم تشترك فانت تشترك وتفاعل الجرس الاثنين تعمل لنا ومساندتنا اليوم تعبير عن فصل الخريف للصف الثالث الابتدائي او فقرة عن فصل الخريف يا رب تعجبكم موجودة في الكتاب المدرسي او الدفتر او المنهجين ديكم عناصر مرقمة بارقام عناصر غير مرتبة غير متسلسلة ونحن سوف نقوم بترتيبها ووضعها كنظام تعبير او فقرة مرتبة بادوات ربط ونضع علامات الترقيم بين كل جملة واخرى تفصل بين الجملة واخرى بفاصلة نبدأ تعبير يبدأ ببياط نترك ببياط ببداية التعبير وإخدار كلمة فصل الخريف جميل تكثر فيه الغيوم وتهب الرياح الخفيفة وتصفر أوراق الأشجار وتصفر أوراق الأشجار ويميل الجو ويميل الجو إلى البرودة والهواء لطيف يبعث على النشاء وتسقط فيه أنطار خفيفة ويكون الجو جميلا يبدأ فصل الخريف في شهر أيلول ومدته ثلاثة أشهر نرى فيه أوراق الأشجار نرى فيه أوراق الأشجار تغطي الأرض والتراب والتراب رطبا والتراب رطبا ويعدوا الفلاحون ويعدوا الفلاحون أرضهم للزرع ويعدوا الفلاحون أرضهم للزرع انتهيت من التعبير جعلنا العناصر أو العناصر غير مترتبة غير مستثلة جعلناها كنظام فقرة بدأناها بتركيب وياد ونهينا بنقطة وضعنا فاصلات على ما ترقيم الفصلة دي فصلة 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 يعني نلتزف بذلك ورتبنا ترتيب بترتيب صحيح وبتسلسل يارب كذا الفيديو يعجبكم أشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء مع موضوعات تعبير أخرى ووضعيات إدماجية وإنشاءات يلا مع السلام أترككم في رعاية الله وحفظ لا تنسوا الاشتراك في القناتين قناتي تيك وقناتي تيك معرفة ولا تنسوا كذلك الكومنت الحلو للقناة أو بذكر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم حبيبنا وشفعنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم مع السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته